كيف يحتمل كتاب آلاف الجثث قدر الدم كم الأنقاض الفزع سؤال تطرحه العروبي الراحل رضو عاشر لتعود وتؤكد تمتلك الكلمات قوتها الخاصة التي تبث في الحقائق الرمادية الدماء كي تصير قانية بلون الموت فلا تملك أن تشيح بناظريك عنها في كتابها الطنطورية تحفر رضوة بحروف من سجيل تاريخا لا ينسى وترصد حقا لا يضيع لوطن سيكون محرقة للعدو ليست فلسطينية الهوية بل مصرية عربية أيقنت أن فلسطين تجسد المشروع القومي للمثقف العربي وأكدت أن وحدة الترابي من المحيط إلى الخليج ستبقى تشكل انتماء ثقافيا لفلسطين رضوة المصرية ارتبطت وجدانيا وعاطفيا بالكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي الذي غادر قريته ديرغ السانة في رامالله عام 1963 طلبا للدراسة في مصر فحرم من وطنه ثلاثين عاما بعد المكسة هناك التقى رضوة ليصبحا معا حبرا واحدا يكتب الوطن رغم العقبات والتحديات قال لها أنت جميلة كوطن محرر وأنا متعب كوطن محتل عبر البرغوثي عن رفضه اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل فأمر نظام السادات بمنعه من دخول مصر سنوات طويلة فرقت العائلة فلم ينجبا إلا ولدا واحدا هو تميم الذي صار امتدادا لحبر والديه واعتل الشجرة يصدح مريد ورضوة حان مني صعودها أنا قادم لا شك والثأر مدرك على أهل دار ما تخان عهودها ولا تحزن أن تبصراني واحدا فكمل الدنيا جموعا وحيدها ورب بلاد من وحيدين أدركت بأن الوحيدين الفراد حشودها كانت كتاباتها كتربيتة حب على روح مريد المغتربة ترقى لتهدى إلى الكل الفلسطيني في الوطن والشتات في الطنطورية نكأت رضوى الجرح الذي لم يزل ينزف منذ مئة عام وخلدت مأساة اللاجئ الفلسطيني في الشتات معظم إصداراتها جاءت سجالا تاريخيا توثيقيا لجرائم الاحتلال الصهيوني ورؤا فكرية لديمومة المقاومة وبوصلة ثقافية نحو غد منشود ماتت رضوى ولحقها مريدها وظل تنيم يردد قضيتهما شعرا يقول لغزة اليوم قد امتحنوا بها عشرين جيشا وجازت وحدها في الامتحان فنادي المانعين الخبز عنها ومن سمحوا به بعد الأواني وهنئهم بفرعون سمين كثير الجيش معمور المغاني وقل لمفرق البحرين مهما حجرت عليهما فسيرجعان نحاصر من أخ أو من عدو سنغلب وحدنا وسيندماني عائلة اجتمعت على حب قضية وحدة الأقطار تثبت أن الدم العربي واحد مهما تخلى الحاضرون أما فلسطين فستظل كفا تلاطم مخرز الاحتلال حتى تنتصر ترجمة نانسي قنقر